بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عليه واصحابي اجمعين اهلا بيكم حبيبي في فيديو جديد من يوميات اسرة بسيطة احنا النهاردة في الساعة كرموز في محلات حدوتة المحل ده بصراحة لفت نظري جدا الستاير وشكلها والصنعة بتاعتها هندخل دلوقتي باذن الله نتفرج على كل حاجة وقبل ما نبتدي ياريت اللايك والاشتراك في القناة اه بصوا المحل احنا في الساعة كرموزة جماعة قصاد العمود على طول المحل اسمه محلات حدوتة هندخل دلوقتي وهنستعرض مع بعض الحاجات الموجودة جوه خليكم معينا اه دلوقتي هنبتدي اه با قماش اللي هو بتاع الركن والكنب الخمات منه على قطن وعلى قطيفة اه مثلا ده المتر عامل 45 يا جماعة اه اسمه قطن مارديني ودي طبعا شركة بتبقى يعني كويسة جدا في الخمات بتاعتها دلوقتي هنتفرج على اشكاله عشان لو حضراتكم حد فيكو عايز يجدد على رمضان وعلى عيد كل سنة وحضراتكم طيبين اتفرجوا معي على الاشكال عايزة تعملي بقى ركنة عايزة تعملي اه انتريه دلوقتي احنا يا جماعة مع ناس كمان اه يعني معانا اه ما شاء الله مش ناس بتبيع بس ناس كمان صناعية اه فاهمينهو في الستاير دي هم اللي عاملينها وهيقولون على انواع ستاير جديدة اول مرة شوفها هيقولون ناخماتها ايه وايه الحاجات الكويسة اللي فيها هندخل جوه دلوقتي اه دي برضو السادة دي اه تجديد اه دي روكنات والمشجر دي اللي هي الكوشن اللي هي الخداديات اللي هي بتبقى ديجيتال يا جماعة اه الكوشن دي اه علشان قطيفة على جلد مبطنة جلد بخمسة وستين المتر دي بتتعمل بقى خداديات وكده بصوا اشكالها حضراتكم جميلة تعالوا بقى شوفوا السطرة دي عجبتني جدا اه السطرة دي هم اللي بيعملوها كمان جوه المحل هي بتبقى عارض كمان انا سألتهم الحقيقة قالوا لي هي بتبقى عارض ولو انت عايزة زيها في ممكن في ربع ساعة بتتعمل كل حاجة موجودة هتنقل حاجة وهتغذيها جهزة السطرة هي ودي الالوان السادة اهي الركن والكنب السادة وشوفنا المشجر عايزة تعملي ماتشنج برضو نفس الموجود يعني ودي طبعا الوان القماش كلها تعالوا لسه بقى هنكمل مع بعض حبيبي اه دي برضو اشكال تانية بصوا السطرة دي بقى دي اسمها ترئيد نوعين قماش على بعض اسمه ترئيد قماش تمام اه القماش بيترقد على القماش الحاجات اللي هي المرسومة ديها جماعة مش لز الحقيقة الاستاذ كان بيقول لي ان الحاجة دي مش لز دي الحاجة اللي هي تعيش مش من الغسلة تدوب هو بيقول حتى مهما تعملي فيه او تخسلي فيه ما بتشالش كل بقى ده احسن طبعا من شغل اللز اللي هو بمجرد ما تخسليه يطلع بقى ده الاساس هو سعره بيبقى عالي شوية بس حاجة تعيش معاك مش اول من غسلة كده يتغسل ويترمى وهم برضو اللي بيعملوا يا جماعة جوا المحل احسن زي ما قلنا لكم دول كمان يعني ما شاء الله صناعية بيعملوا الحاجات اه دلوقتي بقى دي برضو تشكيلة الانتري تاني اه في برضو حاجات اطفالة هي ما شفناهاش دي براقع تتعمل للاطفال يعني براقع فقوة دي الاطفال وممكن ستاير على فكرة الاشكال دي بتبقى تقيلة شوية اه في برضو قطيفة اسمها قطيفة ديموند دي بتاعت البرائع اه دي اشكالها انا قلت افرقوا على اشكالها بصوا الالوان يا حبيبي عشان لما تيجي تبقى مثلا عارفة اه الحاجة يعني دي برضو بخمسة واربعين على فكرة المتر دي الخمات دي على قطن يا جماعة اه تعالوا بقى دلوقتي نشوف اه في قطيفة براقع دي يا جماعة دي قطيفة ديموند بتتعمل ركنات براقع تنجيد انتري ايه صالون كل حاجة تمشي معاكي اه وفي النزلات كمان نزلة في الموضة جدا في النزلات اه الموضة بقى نفس نوعية الانتري بتبقى نفس نوعية النزلة تم ببقى هو هو الاستاذ اللي كان معانا قالنا دي الموضة اه بيبقى نفس اللون كده غير طبعا السطرة اللي هي بتبقى من تحت دي بتبقى النزلة ودي طبعا اهي السطرة اللي من تحت اللي هي بتبقى موجودة تحت البرقع يعني وفي اهو شفونات عندنا شفونات مشجرة وفي سادة وفي اطفال وفي الوردة ده تنفع للبنات دلوقتي هنطلع بإذن الله نشوف قسم الستير فوق قبل ما نطلع بصوا ده ايه ده شفون سادة جماعة وفوق اهو المشجر وده السادة المتر السادة بخمستاشر والمشجر عمل اتنين وعشرين يا جماعة هنطلع فوق ان شاء الله دلوقتي ونتفرج على الحاجات التانية بالنسبة يا جماعة للعنوان هنقول على العنوان في الكارت اهو لو عايزين تعملوا الكارت سكرين شوت احنا طبعا في الساعة كرموز يا جماعة بصوا العنوان بالزبط تسعة وستين شارع عمود السواري كرموز اسكندرية محلات حدوتة تمام؟ وان شاء الله هكتبه لكم يا جماعة لما حد يطلب العنوان اهو تمانية وستين شارع عمود السواري كرموز سأتي بقى جوة قسم اللي هو الساتير الساتير دي تركي؟ كلها تركي في مصري تمام حضرتك بقى قولنا اشكال التركي ايه واسعارها وكده عشان الناس تأخذ فكرة انا اقول لحضرك على حاجة تمام متفاوتة كل الساعة وليها دزاين معينة تمام يعني قولنا مثلا الرنج انت عندك بيبتدي من اول 65 سبعين ده بالنسبة لايه؟ ده بالنسبة لايه؟ تمام في السطارة دي عمارة تمام تمام بيبتدي بقى اصعى المتفاوتة على حسب الدزاين وحسب الخامة وحسب الشغل اللي فيها تمام في بقى حضرك عايز تورينا دول او تقولنا عليهم او كده في حاجات كده سفتاير اللي هي الكوردة كوردة تقيل دي خامة برضو حلوة محترمة جدا لسه نزلة يعني دي تنصح الناس بيها؟ او دي خامة حلوة في برضو عندك الخامات دي كده او بصوا الخامات بقى اللي ترعها حلوة والأساس بنصحنا بيها برضو دي بلندة برزا دي خامتها حلوة اسمها بلندة برزا او دي شغلها حلوة استطارة تقيلة تمام وتحطيها كمان تغسريها ومتقلقش منها يعني وفي كذا استطارة ممكن تغسريها غسلة وتانية وترميها وتبوز دي حاجة نظيفة يا جماعة دي حاجة حلوة او في خامات منها متفاوتة اي ما قل تستمر بقى اي معاكو يعني؟ دي عندك بكايات قطيفة بالخرز بصوا مثلا دي دي برضو حلوة برضو ده شغل الخرز اللي هو كريستالي نازل جديد طب دي مثلا تبقى بكاين مثلا تحت الخرز دي دي عملة متين جنيه دي عملة المتر متين جنيه لان طبعا الشغل بتاحها عالي او بكايات قطيفة وخمة لسيه مش خمة لسيه او يعني خمة محملة وحلوة بقى كل ده كده معاكي بقى اسعار متفاوتة كل بقى اللي احنا شايفينه ده يعني مثلا اللي هو بالنسبة لحاجات دي ده كده بيتانين اول يعني خمسة وتمانين تسعين خمسة وتمانين تسعين المتر سبعين سبعين على حسب بقى على حسب اللي طبعا احنا ايه اما نيجي بقى نشوف برضو ايه الحاجات اللي انتو حضراتكم عايزينها تمام؟ او كده كده في تشكيلة كمان جاية وفي تشكيلة كمان جاية جديدة انا هنستموها على الاسبوع دوت ان شاء الله يعني بإذن الله بإذن الله تمام اهيه كده احنا شفنا قسم الستاير شفنا كل حاجة شفنا البرائع احنا كده خلاص خلصنا الجولة بتاعتنا في المحل يارب الجولة تكون عجبتكم ياريت بقى اللايك والاشتراك في القناة وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته